رئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع نظره التركي رشد طيب أردوغان بيان لرئاستي الجزائرية أشار إلى أن رئيس تبون جدد خلال المكالمة تهانيه الحر باسمه الخاص وباسم الشعب الجزائري بعد إعادة انتخاب أردوغان لعهدة جديدة متمنيا له التوفيق والسداد بعد هذا الانتصار الديمقراطي الذي صنعه الشعب التركي وبدوره شكر رئيس التركي نظيره الجزائري على تهنئته موجها له دعوة لحضور مرسم تنصيبه رئيسا لتركيا خسب المصدر ذاته